السلام عليكم اليوم اليوم النهائي لمسابقة المبدعون السوريون على منصة اليوتيوب شروط المسابقة كانت سهلة وخفيفة اكبر جمهور لمنصة اليوتيوب شروطه كانت فقط انك تشترك في منصة اليوتيوب وتكتب اسمك واسم محافظتك في التعليقات المحافظة اللي رح تجيب اكتر عدد من التعليقات والمشتركين هي اللي رح تدخل على قرعة الكترونية عشوائية رح نعرض هلأ بعض التعليقات مثل ما نكون شايفين الان رح ناخد رابط اليوتيوب للمسابقة ونحطه في الموقع الكتروني العشوائي الان رح نعمل فلترة للتعليقات المتكررة ورح نستعرض بعض المحافظات ونشوف اعدادا يعني رح نبدأ في محافظة حلب الان موقع بفلتر التعليقات لمحافظة حلب ننتظر شوالي بينما يفلتر في عنا 67 متسابقين من محافظة حلب مشتركين عبر مسابقتنا رح نبدأ ونحط محافظة تانية محافظة درعة في عنا 107 متسابقين من محافظة درعة رح نشوف محافظة حمص كمان محافظة حمص في عنا 28 متسابقين من محافظة حمص اللاذقية في عنا متسابق واحد من محافظة اللاذقية الان رح نشوف محافظة ادلب رح نكتب دلب لاني ناس كتبه ادلب بهمزة وبدون همزة رح نكتب دلب حتى تطلع كافة التعليقات من محافظة ادلب في عنا 460 متسابق من محافظة ادلب ادلب هي اللي رح تفوت على القرعة الالكترونية الان رح نبدأ في القرعة الالكترونية ونشوف المتسابق الاول المتسابق الاول رح يكون المتسابق الاول رح يكون احمد حسين من محافظة ادلب تهانينا يا احمد فزت معنا بالجائزة الاولى وهي رح تكون شاشة رح نبدأ نشوف المتسابق الثاني المتسابق الثاني او الفائز الثاني هو سائر العوض من محافظة ادلب ايضا تهانينا يا سائر المتسابق الثالث والاخير فواز خالد الحميدي من محافظة ادلب تهانينا يا فواز فزت معنا في الجائزة الثالثة والاخيرة لمسابقة المبدعون السوريون وهلأ بتكون انتهت مسابقتنا لمنصة اليوتيوب نلقاكم قريبا في مسابقات جديدة عبر منصتنا تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في منصة المبدعون السوريون على اليوتيوب سلام عليكم